ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الفاعلة لمركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا أسوان ومثيله في أنحاء الجمهورية ذلك لدوره في إعداد كوادر الرقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة جاء ذلك خلال جولته بمحافظة أسوان التي تشمل عددا من المشروعات الخدمية والتنموية كما تفقد مدبولي المعاملة التكنولوجية المتطورة بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان من بينها معمل لأطباعة ثلاثية الأبعاد حيث طلع على الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز التي تستهدف توفير التدريب التقني وتنمية مهارات المهنيين المستقلين بالإضافة إلى تحفيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال ترجمة نانسي قنقر